المستشار النمساوي يستبعد تحقيق السلام في أوكرانيا دون بوتن وزير الخارجية يبدأ جولة مكثفة في الشرق الأوسط لبحث التهدئة في غزة النمسا تستثمر مليار يورو لدعم خفض أسعار الإسكان حصول ألفي شخص على حق اللجوء مع تراجع أعداد الطلبات والبرلمان الأوروبي يحضر الرسوم على التحويلات البنكية وأخيرا ارتفاع معدل البطالة بين خريج الجامعات بسبب الذكاء الإصطناعي مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم أكد المستشار النمساوي كارل نيهاما في مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا على ضرورة مشاركة الرئيس الروسي بوتن في المفاوضات لتحقيق السلام ونوه نيهاما لضرورة التعاون الأوروبي والعمل مع اللعابين الدوليين لوقف الحرب في أوكرانيا وقد شارك في القمة رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورئيسة المفاوضات الأوروبية وركز المؤتمر على الصراع الروسي الأوكراني واستراتيجيات المضي قدما لتحقيق السلام وأكد نيهاما على ضرورة وقف العدوان والقتل والدمار بدأ وزير الخارجية النمساوي أليكساندر شالنبرج جولة مكوكية في الشرق الأوسط لمدة ثلاثة أيام تركز على الأزمة في غزة وتشمل الجولة زيارات لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان للاجتماع مع وزراء الخارجية ومسؤولين آخرين وأكد بيان للخارجية على أهمية الدبلوماسية في حل الصراعات بالمنطقة مع توجيه ثلاث رسائل رئيسية مثل وقف إطلاق نار إنساني لتسهيل وصول المساعدات وإطلاق الرهائن وخطة إدارة مدنية لغزة ودعم حل الدولتين وإنهاء معاناة السكان في غزة اتفقت الحكومة النمساوية على خطوات لدعم الإسكان وتنشيط قطاع البناء بإدخال مليار يورو في بناء وأصلاح المباني السكنية وستخصص مليار يورو لبناء عشرين ألف منزل جديد بالإضافة إلى إصلاح خمسة ألاف مبنى وسيعفى أصحاب المنازل من رسوم المنزل الأول مما يوفر أحد عشر ألف يورو وستدعم الولايات قروض الإسكان بأسعار فائدة منخفضة للشقة الأولى للفرد وتهدف هذه الخطة إلى زيادة ملكية المنازل والسيطرة على ارتفاع الأسعار مع توقع تأمين أربعين ألف فرصة عمل تراجعت طلبات اللجوء في النمسا في يناير إلى ألفين مائتين سبعة وثمانين طلبا مقابل أربعة ألاف ومائتين ثمانية وثمانين في يناير من العام الماضي حيث شكل السوريين المجموعة الأكبر متجاوزين الأفغان وكان قرابة نصف المتقدمين من النساء بزيادة الضعف عن العام السابق وانخفض عدد اللاجئين على الحدود المجارية مع بورغلاند إلى مائة شخص مقابل ألفين مائتين واحد وستين من الفترة نفسها العام السابق حيث تحول مصاري اللاجئين إلى البوسنة وسلوفينيا وانخفضت الطلبات في أوروبا بنسبة خمسة بالمائة وتم البت في ألفين طلب لجوء هذا العام وما زال أكثر من ستة وثلاثين ألف طلب أيض النظر وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تمنع البنوك من فرض رسوم على التحويلات الفورية باليورو داخل دول الاتحاد بحيث تكون بنفس تكلفة التحويلات العادية ومن المقرر بدء التنفيذ من أبريل هذا العام مع فترة انتقالية حتى خريف الفين خمسة وعشرين ويجب على البنوك في عشرين دولة تقديم تحويلات في أقل من عشر ثوان على مدار الساعة وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية المستخدمين من الاحتيال بينما تسري القواعد في دول غير اليورو الأوروبية ابتداء من عام الفين سبعة وعشرين وفي العام التالي للعملات الدولية ارتفع معدل البطالة بين خريج الجامعات في النمسا بواقع تسعة عشر بالمئة ليصل إلى سبعة وعشرين ألف خريج في يناير حيث يعزى نصف زيادة لتدفق اللاجئين الأوكرانيين وتواجه بعض التخصصات صعوبة في العثور على وظائف مناسبة بسبب الفجوة في المهارات وتأثير التكنولوجيا خاصة بين الأشخاص الأكبر سنن وتشهد بعض التخصصات تراجعا في الطلب بسبب الزكاء الإصطناعي في حين يزداد الطلب على التكنولوجيا والهندسة والعلوم الصحية حيث يعتبر تقديم برامج دعم وأعادة تأهيل يعزز فرص العمل كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة